الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم متابعونا في كل مكان عشاقي هذه الرياضة العربية الاصيلة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله صباحكم وطابة جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام وسرور من هنا من جائزة زايد الكبرى ومن عاصمة الميادين عاصمة الملايين والمحبين لرياضة الآباء والاجداد ينطلق شوطنا الرابع عشر والمخصص للقعدان المهجنات الاصيل لسن الاجداء لمسافة الست كيلو مترات هي الرحلة الحاضرة هي الرحلة المنطلقة مع هذه الاسماء وهذه الشعارات الباحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا الصباح الجميل أتابع البداية وأرصد المركز الأول ومن يقود الصدارة هنا شعار المحير بمن يقدم انفرج سلطان بن سالم بن سلطان بن بطي المحير بمن يدفع بن فرج بالمركز الأول المركز الثاني القادم الصيرمي والمملك لعبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي من يدفع بالصيرمي مع المركز الثاني وثالثا من الجانب الاخر أشوف التدخل والوصول في هذه اللحظات من هملول لمحفوظ بن خميس بن علي الجينيبي من يتواجد على مستوى المركز الرابع وخامس من الجانب الاخر شايم قادم هنا محمد بن صالح بن حمد القمره النابت أبناء الشحانية حاضرين مع المركز الخامس وسادسا المنطلق في هذه اللحظات والمتدخل ملبي بشعار بن طهميمة بن مطر بن عنوده العامري يأتي مع المركز الخامس وسادسا من الجانب الاخر التسلل والدخول في هذه اللحظات من برق لمحمد رسهيل بن حويضان العامري شعار محمد قادم في هذه الانطلاق ويدفع بهذا الاسم مع المركز الأولى سابعا القدوم والانضمام من الباسل لبراك بن خلق بن براك المزروعي من ينطلق من المركز السابع للمركز السادس وثامنة جوب الدخول هو الانضمام في هذه اللحظات والقدوم من الذيب لحمد بن سعيد بن سعيد المنصوري يأتي مع المركز الثامن وتاسعا القادم في هذه اللحظات والمنطلق من ناور محمد بن عامر بن علي العامري من يأتي مع المركز الثامن وتاسعا الوصول والانضمام في هذه اللحظات والتدخل مع هذه الاسماء القادم عديم علي بن محمد بن حمد بن حول المريات مع المركز التاسع وخاوة عاشرا القدوم والانضمام بدأت الاسماء بالوصول هنا تواقل عبد العزبراه بن مسعود بن حامد الطنيجي هكذا هي النتيجة هكذا هو النداء الاول لرحلة هذه الكوكبة لرحلة هذه الاسماء الحاضرة هنا مع سن الاجذاع سن الابداع والامتاع بدأ الهجوم والتسلل الى المراكز الاولى الى الصدارة هنا اعود مع المقدمة واعود مع المركز الاول ومع اللي غير هنا الذيب من يأتي بشعار المنصوري ليتسلل في هذه اللحظات الى موقع الصدارة الى المركز الاول احمد بن سعيد بن سعيد المنصوري من يدفع بالذيب بالمركز الاول واما ثانيا هنا القدوم والانضمام في هذه اللحظات من الصينمي بشعار النعيمي عبد الله بن سعيد بن مصبح النعيميات مع الصينمي مع المركز الثاني وثالثا القادم في هذه اللحظات برق هنا شعار بن حويضان بدأ يدخل هنا محمد رسيل بن حويضان العامري بدأ ينتقى من مركز الثالث الى المركز الثاني ورابعا القادم مرحبا بهذا الحضور مرحبا بهذا القدوم شعار الاتحادي بدأ يقدم مختار لسعادة احمد بن سعيد النيادي النيادي يدفع بمختار بالمراكز الاولى يأتي هذا الشعار مثل ما تألغى في مساء يوم الامس مع السنة اللقاية وخطف رمزين مع هيلمان والهبيبة في ذلك المساء الجميل المركز الخامس شوفوا القدوم والانضمام متابعنا العزيز عبر عدسات قناة ياس هنا مريح قادم لسلطان بن راجد بن عبدالله الخاطر مع المركز الخامس وسادس من الجانب الاخر شوفوا تدخل في هذه اللحظات شوفوا القدوم والانضمام هنا مع هذه الانطلقة مع مسبار حمد غانم بن علي بن حمود الظاهري وصل مع المركز السادس وسابع من الجانب الاخر الانضمام في هذه اللحظات بن ملبي طحميم بن مطر بن حلودة العامري مع المركز السابع والثامنة القادم ايضا في هذه اللحظات ووصول في هذه الانطلقة متعب لسلطان بن محمد بن خميس البادية مع المركز الثامن مع هذه الانطلقة مع هذا التحدي وتاسع من الجانب الاخر القدوم والانضمام منهم هاوش هنا لزع بن سعيد بن الزع الكالباني مع المركز التاسع وعاشر انتواق عبدالعيز بن راشد بن سعود بن حامد الطنيجي هكذا هي النتيجة هكذا هي النتيجة هكذا هو التحدي بدأت الاثارة بدأت السرعة مع هذه الاسماء بدأت السرعة هنا مع هذه الانطلاقة هنا مع هذه التحديات أعود مع الصدارة أعود مع النيادي أعود مع الشعار الاتحادي الذي بدأ يسيطر على قبرة المركز الأول على الصدارة الأولى يقدم مختار الذي اختار المركز الأول اختار الصدارة الأولى دائما لهذا الشعار يعرف طريق النواميس جيدا مختار والمملك لسعادة احميد بن سعيد النيادي النيادي مع الصدارة النيادي مع المركز الأول تحرك بن حويضان ليقدم برق محمد نسهيل بن عوضان العامل مع المركز الثاني وثارد الجوب القدوم والانضمان في هذه اللحظات والتدخل هنا من متعب لسلطان بن محمد بن خميس البادياتي مع المركز الثالث ورابع من الجانب الاخر الانضمان في هذه اللحظات والتدخل مع المركز الرابع مع هذه الانطلاقة مع هذا التحدي الجميل هو المثير مع هذه الاسماء القادم من لبي طه ميم بن مطر بن عنودة العامل مع المركز الرابع وخامس الانضمان هنا مهاش الزعب بن سعيد بن هزع الكلباني هكذا هي النتيجة الخماسية الأولى ولكن خلوني أعود خلوني أعود مع النيادي مع الشعار الاتحادي الذي بدأ يسيطر ويقود المسار ويقود الجميع 1200 بدأت السرعة من الان بدأت السرعة من الان هنا الإثار حاضروا عبر عدساتي قناة ياس النيادي يتألق مختار يا مختار وهنا الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير جولة الوامر وجولة تحرق والتكتيكات والابدعات والمارات والسرعة هذه الفائقة حرك ياللي بتحرك وروح ياللي تبع الناموس ياللي تابع الانتصار روح النيادي روح النيادي بالمركز الأول بالشعار الاتحادي الله 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 مع المركز الأول والأعلام ترف علام دولة الإمارات العربية المتحدة هنا بقدوم هذه الاسماء النيادي مع الصدارة يقدم مختار تحرك بن عويضان يقدم برق هنا مع المركض الثاني والقادم ايضا مع المركض الثالث هنا متعب اشعار البادي ولكن بن عويضان بن عويضان بحمد 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 اهاي ند الشبا اهاي ند الشبا حاضرين بن عويضان بن عويضان محمد بن اسحيل بن عويضان العامري العامري مع الثلاثم جتر الخيرات يغير الموء إلى صالحات الشعار إلى برق إلى برق إلى ند الشبا إلى ند الشبا السلامات سلام ند الشبا سلام سلام بحمد سلام بنحو يضاي سلام تهانين وناموس لمالك برق محمد رسهيل بنحو يضاي العامل بن انتصر بهذا التحدي المركز الثاني كان وصول متعب لسلطان بن محمد بن خميس البادي وثالما كان وصول مختار لسعادة تحميد سعيد النيادي والمركز الرابع كان وصول معاذ الانطلاقة هنا مع هذا التحدي ملبي طحمي بن مطر بن عنودة العامري ورابع خامسا كان وصول معاذ الانطلاقة مصدع حمد نشطيط بن سالم ألوهيبي هكذا هي النتيجة بن عويضام من انتصر بهذا التحدي ليذهب بالسلامات إلى هاي ند الشبا وإلى بوحمد محمد رسيب بن عويضان العامري من قدم برق مع الأمتار الأخيرة ليخطف النموس إلى هذا الشعار ويهدي السلامات إلى إمارة دبي دانة الدنيا وإلى بن عويضان سلام بوحمد سلام وسلام محمد رسيب بن عويضان العامري من قدم برق بهذا الأداء الجميل والانتصار المستحق لهذا الشعار وخطفه للمركز الأول التوقيت الزمني تسع دقائق ثانية واحدة ستة زامن الثواني هو توقيت برق محمد رسيب بن عويضان العامري وسلام من قدم الشبا سلام والتوقيت الأفضل سلام بن عويضان المركز الثاني كان وصول متعب لسلطان بن محمد الخميس البادي والتوقيت الزمني تسع دقائق أربعة ثواني أربعة زامن الثواني هو توقيت متعب لسلطان بن محمد الخميس البادي وثالثا كان مختال سعاد حمد السعيد النيادي والتوقيت الزمني تسع دقائق ثلث ثواني ثمانة زامن الثواني هو التوقيت مسجل مع هذه انطلق التهانين والناموس لجميع الفايزين بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين متابعين الكرام نجدد التحية نجدد اللقاء في عاصمة